موسيقى ياهلا مرحبا فيكم مشاهدين في برنامج المؤشر والذي دامنا نصلت فيه الضوء على تدولات بورصة الكويت طبعا مشاهدين هذا هو اليوم الثاني من تدولات بورصة الكويت من هذا الأسبوع والله الحمد لاحظنا أن اللون الأخضر بدأ يكتسي جميع المؤشرات سواء في جلسة الأمس وجلسة اليوم حولت تدولات اليوم أعزاء المشاهدين نذهب إياكم سريعا إلى زميلنا عايد لعنزي عايد بعبدالله لعطيك العافية ضعنا في الصورة في تدولات اليوم في ثاني أيام الأسبوع مسهلا خير يوسف مسهلا خير مشاهدين الكرام وهنا وسهلا بكم فعلا يوسف هي جلسة إيجابية خضراء ودخول غو جدا في هذه الجلسة حتى هذه اللحظة في دخول على معظم الشركات الغيادية وطني وبيتك وغفالات ستكون مميزة لشهر أكتوبر اليوم ستكون غفالات مميزة لكثير من الشركات وخاصة الشركات الغيادية ارتفعت السيولة بصورة واضح اليوم 41 مليون نشاط واضح على الشركات الغيادية رقم وجود بعض الضغوط البيعية لكن في المقابل حاليا في دخول غو جدا سترتفع أقل بالشركات القيادية بصورة ملفتة وخاصة الوطني اليوم بيضها وكان في صعود مميز بمنتصف الجلسة بيتك كان على بيع لكن في هذه اللحظات بيتك دخول غوي في هذه اللحظات وراح يكون مميز بإغفاله مشاهدين الكلام حتى اللحظة يعني اعتقد أنه 814 هو سعر التوازن لم يتغير شيء وكذلك بعض الشركات الأخرى في السوق الرئيسي اللي راح تعلن عن نتائج مالية إيجابية اليوم صار عليها دخول جدا واضح ودخول مميز يتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية هنشوف معاكم مشاهدين الكلام في هذه اللحظات ونتمنى التوفيق للجميع في نهاية هذه الجلسة آخر جلسات شهر أكتوبر وإن شاء الله يكون نوفمبر شهر سعيد لجميع المتعاملين في البورصة وإن شاء الله النهاية سعيدة مشاهدين الكلام خاصة في ظل الدخول القوي جدا اللي قاعد أشوفه حاليا يعني بيتك ليم الحين 814 سعر التوازن لاحظ مشاهدين الكلام الوطني 12 فلس الوطني لا مقرد عاليا الوطني الطلبات أفضل من العروض الوطني دينارو 76 12 فلس رح يسبع أكثر الخليج كذلك وطلبات قوية جدا للخليج في هذه اللحظات 937 يعني الإغفالات اليوم غير شكل الإغفالات اليوم غير شكل مشاهدين الكرام وواضح الدخول المويز طبعا باجي باجي أربع دقائق لكن اللي قاعد أشوفها في هذه اللحظات تشين الخمس دقائق خمس ثلاثين باجي ثالث دقائق قال لي قاعد أشوفها مشاهدين الكرام قاعد أزيد الطلبات على معظم الشركات القيادية تحديدا الصناعات الوطنية كذلك بطلب جيد أفضل من العرض المباني بدخول مميز المباني الأفضل من العرض يعني السيولة راح ترتفع وتوصل تقريبا يعني 849-50 تقريبا تقريبا راح توصل تقريبا 48 إلى 50 مشاهدين الكرام في ظل هذا الدخول الإيجابي على معظم الشركات القيادية وألاحظ القرين الطلب 106 بالحد الأعلى لكن العرض بالحد الأدنى لا مو بالحد الأدنى لا مو بالحد الأدنى 417 يعني على 253 يعني راح تغلص الخسائر القرين زين زين بيطلب غوي جدا بالحد الأعلى 670 ومعروضة بالحد الأدنى 447 وكذلك وكذلك والله يغلب الشركات اليوم الافكو الافكو معروضة طلوبة حاليا 300 ألف لتسعة وستين معروضة 150 ألف وثمانية وخمسين ألاحظ ارتفاعات جدا جيدة اللي بزيد من الشركات مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة والسوق الرئيسي يغرد عاليا في نهايتها واللي قاعد أشوفه أنا السوق الرئيسي وضعيته جدا إيجابية وضعيته جدا إيجابية الغانم يطلب كذلك بالحد الأعلى 875 وسبعين 15 ألف العرض من بين وياي بنك وربا كذلك بطلبات جدا جيدة أعتقد أنه راح يقفل منطق الخضراء بنك وربا يعني أقلب الشركات راح نشوفها بالمنطق الخضراء في نهاية هذه الجلسة بيتك 812 مشاهدين الكرام سعر التوازن في هذه اللحظات الوطني لا الوطني وضعيته غير الخليج كذلك يعني الأمور تسير نحو الأفضل إن شاء الله ونتمنى نشوف السيولة أكثر إيجابية في شركات لا راح تراجع أكثر في شركات راح تراجع مشاهد العيد راح يتراجع أعتقد الطلب خمسة آلاف والعرض عشرين ألف لكن بعض الشركات إيفا راح تقفل على 87.1 حتى اللحظة لم يكن هناك دخول واضح ومميز مشاهدين الكرام في نهاية هذه طبعا راح تكون في دخول بس باجي باجي دقيقة باجي دقيقة في نهاية هذه الجلسة باجي دقيقة ونشوف ما راح يصير في نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام ووضعية بعض الشركات ما راح يصير في نهايتها ألاحظ إيفا لا إيفا لا ملحين والله وضعيتها 87.1 ليما الحين ليما الحين 87.1 نشوف الأرزان 250 ألف على 132 لأرزان أرزان كذلك وضعيتها أفضل لكن في عرض على 128 المركز المالي ليما الحين أعتقد أنه يقفل أكثر مركز المالي ممكن يقفل أكثر مشاهدين الكرام والخليجي كذلك بتراجع ما راح يتغير شيء الأولى الأولى ما راح يتغير شيء كذلك والله في شركات ما راح يتغير مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة واضح الرؤية دشين الدقيقة الأخيرة وننتظر ماذا سوف تسفر عنه دشين الدقيقة الأخيرة في هذه اللحظات يعني لحظات لحظات وندش الدقيقة الأخيرة لحظات وندش الدقيقة الأخيرة مشاهدين الكرام وأعتقد التغيير لن يطول التغيير لن يطول كثيرا ولاحظوا الطلبات قاعدة تزيد على كثير من الشركات القيادية وخاصة الوطنية وبيتك الطلبات قاعدة تزيد وكذلك زين وأكثر الشركات فيها طلبات مميزة تطلب 670 ألف والعرض 579 الفرق حوالي 90 ألف لصالح زين للمنطقة الخضراء وأعتقد 600 لزين Humansoft والله الوضع لما الحين أفضل أعتقد أنه سيقلص الخسار أو يذهب إلى المنطقة الخضراء المتكامل والله الطلبات القوية جدا المشاهدين الكرام لا نستطيع ترك الشاشة في هذه اللحظات لا نستطيع ترك الشاشة في هذه اللحظات واللي قاعد أشوفها طلبات قاعد تكون الخليج يطلب 940 ألف في الخليج فيما العرض 163 لاحظ كذلك والله يدشينا اللحظات الأخيرة مشاهدين الكرام والحاسمة من عمر هذه الجلسة وننتظر ماذا سوف تسفر عنه وقاعد أشوف أنا في بعض الطلبات مشاهدين الكرام على كثير من الشركات في نهايتها ونشوف معاكم الوضع العام والغفالات على الأبواب الشينة 39 وحاليا في تراجعات لبعض الشركات فيما شركات أخرى عليها دخول إيجابي ودخول مميز مشاهدين الكرام إيفا زاد الطلب وزاد العرض لكن الطلب جيد مشاهدين الكرام في هذه اللحظات يعني ما قدر نزل تحت لبعض الشركات يعني خنشوف جي أف إيش لا ثمانة وسبعة وسبعين لا جي أف إيش راح يتراجع جي أف إيش راح يتراجع جي أف إيش نشوف بقية الشركات الأخرى مضاربية جياد نفس الحكاية ما رح يتغير شيء لجياد لما الحين إيفا فنادق لا نفس الشيء 27 رح يكون ما رح يتغير شيء في بعض الشركات ما رح يتغير شيء مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة واللي قاعد أشوفه أنا في هذه اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة جلسة إقفال ها هي الأخفالات مشاهدين الكرام وبيتك 810 صار 810 والغانم 795 والبورصة دينارين 272 وارتفعت السيولة إلى 51 مليون وأربعمية 51 مليون وأربعمية السيولة السوق الأول 43 نقطة السوق الرئيس 16 نقطة فاس 6 السوق العام 35 نقطة ونص ارتفاع قياسي مشاهدين الكرام لمعظم الشركات القيادية تحديدا الوطني بـ 14 فلس الخليج بـ 3 فلوس ارتفاعا دولي على التراجع برقام باستقرار بيتك 3 فلوس بعد أن كان متراجع بنك بوبيان 8 فلوس استمارات الوطنية بـ 4 فلوس ارتفاعا المشاريع على التراجع الامتياز بتراجع عقارة ويت مستقرة المباني بـ 3 فلوس ارتفاعا وألاحظ الصناعات الوطنية بفلس مشاهدين الكرام فيما كيبلات 40 فلس بوبيان 25 فلوس التراجع القرين وتراجع لإجلتي جلتي غلصت الخسائر وصلت 773 تقريبا تراجعت كثيرا لكن إغفال المزاد مميز ودخول غو جدا بإغفال المزاد لإجلتي فيما زين مشاهدين الكرام ألاحظ فيها ارتفاع فلس في نهاية الجلسة رقم أنه كان توقعين 600 هيومن سوفت على تراجع الافكو فلسين الجزيرة 9 فلوس بنكو 4 فلس ميزان بتراجع 3 فلوس المتكاملة بـ 5 فلوس وشمال الزور 3 فلوس والبورصة 4 فلوس والغانم على تراجع فلس في نهاية هذه الجلسة هي جلسة إيجابية للسوق الأول تحديدا وكذلك للسوق الرئيسي الذي كان مرتفع أكثر مشاهدين الكرام أثناء الجلسة لكن تغلصت المكاسم بسبب بعض الضغوط البيعية التي حدثت أثناء التداولات لذلك مشاهدين الكرام السوق الأول يغرد عاليا بصورة أفضل وبدخول غو جدا على معظم شركاتها دون استثناء كذلك لحظنا وجود عمليات مضاربة سريعة جدا على كثير من شركات السوق الرئيسي وخاصة التي أعلنت عن نتائج مالية والمتوقع أن تعلن عن نتائج مالية إيجابية لذلك تم الدخول على هذه الشركات مشاهدين الكرام ولحظنا ارتفاعات جدا قياسية على أكثر من شركة في السوق الرئيسي خاصة لديها صناع سوق لديها بعد المبادلات القوية التي صارت في الفترة الماضية بادلت بأسعار معينة ثم عملية الشراء بأسعار مرتفعة في هذه الجلسة والجلسة والجلسة الأمس لذلك أغفالات مميزة مشاهدين الكرام على كثير من شركات السوق سواء السوق الأول أو السوق الرئيسي نشوف معكم السوق الرئيسي مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة قبل أن ننتغل لضيفنا ونشوف الأمور إن شاء الله تتحسن والقاعدة نشوف القوة الشرائية في هذه اللحظات وارتفاع أعتقد في قيمة التداول في هذه اللحظات بسبب كثرة تصفقات اللي قاعدت مرج الدام لمشاهدين الكرام 51 مليون وثمانمائة واثنين وسبعين ألاحظ مشاهدين بعض الشركات صناعات وطنية 234 بصعود فلس كذلك ألاحظ مشاهدين الكرام في هذه اللحظات بالنسبة للشركات في السوق الرئيسي الأهلي أربع فلوس المتحدة فلسية الكويتية فلسية الخصوصية فلسين فاصلة ثمانية فيما تراجع الدلقان والعيد قبل الأخفال كانت في المنطقة الخضراء ألاحظ كذلك تسهيلات بارتفاع فلس إيفا بتراجع ثلاثة فلوس لإيفا الساحة المستقر وتراجع للبيت وارتفاع لأرزان ومركز المالي والأولى فيما الخليجي يتراجع فلس وأصول بتراجع كفك بارتفاع ثلاثة فلوس وكامكو فلسين وكالبطنية الدولية القابضة مشاهدين الكرام لم يتبقى شيء من نتائج المالية أسبوعين فقط لا قيل أسبوعين مشاهدين الكرام وانتنتهي النتائج المالية واللي عنده شيء راح يطلع شيء إيجابي هو اللي يعلن مبكرا يعلن مبكرا لديه نتائج مالية إيجابية الدينة بأربع فلوس وصفات فلسين فاصلة ثمانية صعودا اختتاب على التراجع التمدين عشر فلوس ارتفاعا خمسمية وخمسين ونور كذلك مثل ثلوس ارتفاعا آسيا بأربعة عشر فلوس والكل يتوقع على آسيا اليوم طبعا عنده نتائج مالية جيدة آسيا في الدصف الأول لذلك ارتفاع قياسي في جلسة الأمس وجلسة اليوم والخمسة مليون واربع مية كويت للتأمين في المنطقة الخضراء الاهلية التأمين على تراجع ألاحظ الصالحية العقارية ستة فلوس تمدين العقارية ثلاثين فلس والمصالح بارتفاع عربية عقارية الإنما إنجازات بارتفاع فيما التجارية العقارية على تراجع ألاحظ أقار كذلك كمشاهدين الكرام بارتفاع والتراجع لمزايا والتجارة والتعمير وأرجان ومنشآت ودبي الأولى في مدينة الأعمال في المنطقة الخضراء بأربعة فلوس فاصلة ستة ثمانية وخمسين فاصلة ستة منازل كذلك باستغرار ميناء بتراجع وكذلك رمال ونشوف بورتلند خمسة وثلاثين فلس ارتفاعا لبورتلند خمسة وثلاثين فلس ارتفاعا لبورتلند ذاو الـ 115 اليوم معادن بارتفاع ثمانية فلوس فاصلة ستة المعادن أمس واليوم فيها ارتفاعات جيدة استكب على استغرار سيكو بتراجع ولاحظ استهلاكية وسط البوخ واربا كابيتل وفنادق وكذلك التعليمية ومركز سلطان وعربي قابضة وأوريدو والأنظمة ونابسكو وجميع الشركات هذه منطقة الحمراء فيما الرابطة في المنطقة الخضراء التخصيص في المنطقة الخضراء المعامل بيتراجع بالترقلف وبيت الطاقة بيتراجع التحصيلات بارتفاع عبار فلسين في فنادق على استغرار ونلاحظ المشتركة بتراجع الفلوس أسس كذلك بفلس والمشاعر بيرتفاع والأوقود بيتراجع برد فلسين ونص منتزات بأربعة أشار الفلس جياد بيتراجع مشاهدين الكرام القابضة المصرية بتسع فلوس ارتفاعا وجي أف إتش يتراجع فلس في هذه الجلسة وأنفسك بيتراجع فلس فاصلة 2 وستي سي فلس والمنار بخمسة فلوس ونص في نهاية هذه الجلسة وسكرنا سكرنا حاليا على 52 مليون ومية وواحد وستين نصيب السوق الأول 45 مليون واربعمية وثلاثة وخمسين والسوق الرئيسي 6 مليون وسبعمية لذلك السوق الرئيسي ما زالت سيولة ضعيفة مشاهدين الكرام رقم وجود طبعا نجد رقص الأسعار أسعار وصلت إلى المستوىات جدا متدنية لسوق الرئيسي القيمة السوقية لكثير من شركات السوق الرئيسي متدنية للقاية يعني كمية تدامل مرتفعة لكن القيمة السوقية متنازلة عشان شديد نشوف القيمة جدا متراجعة نعمل إن شاء الله مشاهدين الكارف في جلسة الغد أول نوفمبر أن تتحسن الأوضاع الأفضل ونشوف الأمور خاصة للسوق الرئيسي يكون أفضل حالا إن شاء الله كل شكر لك يوسف ولمشاهدين الكرام كل شكر لك زميننا المتواجد دائما في بورسة الكويت عايد لأن يزيو على هذا الإطراء في جلسة اليوم ومثل ما تفضلت أن اللون الأخضر اكتسى جميع القطاعات وجميع الأسهم في تدولات هذا اليوم وهو اليوم الثاني من هذا الأسبوع مشاهدين أخذكم سريعا إلى أكثر الشركات بالنسبة لأ القيمة المتداولة لهذا اليوم فكان من نصيب مشاهديننا بي بنك الكويت الوطني فوصلت القيمة المتداولة في 12 مليون وخمسمية 48 ألف دينار أما بيت التمويل لكويتي بيتك 12 مليون ومية 6 وتسعين ألف والمتكاملة 3 مليون وخمسمية 4 وتسعين ألف وصل فيها 3 مليون وميتين 7 وخمسين ألف دينار الافكو وصلت فيها إلى 2 مليون واربعمية 95 ألف دينار مشاهدين أخذكم أيضا إلى أكثر الشركات اليوم أو تداولات البورصة بالنسبة للكمية في تداولات هذا اليوم كان من نصيب بيت التمويل لكويتي وصلت فيها إلى 15 مليون سهم والوفكو وصل فيها إلى 14 مليون سهم وبنك الكويت الوطني 11 مليون سهم والشركة المتكاملة القابضة إلى 11 مليون سهم وشركة أقارات الكويت إلى 7 مليون سهم أيضا أخذكم مشاهدين لأكثر الشركات ارتفاعاً الخمسة سريعاً شركة المعادن والصناعات الدولية وصل قيمة السهم فيها إلى 90 فلس وشركة المنار للتمويل والإيجارة 60 فلس شركة التمدين العقارية 370 فلس وشركة مدينة العمال الكويتية العقارية 58 فلس وشركة المصالح العقارية 35 فلس لاحظنا اللون الأخضر يكتسي جميع القطاعات المشاهدين ولاحظنا أن السيولة النقدية اليوم وصلت معانا إلى 52 مليون وأمس كانت فيه 48 مليون دينار مشاهدين نذهب معاكم ولنا عودة إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت وأيضا معانا خيبير الأسواق المالية الأستاذ ميثام الشخص أستاذ ميثام بعد التحية أعطنا إطرائك اليوم في جلسة اليوم واللون الأخضر مع اكتساء جميع القطاعات يا أهلا وسهلا أخي يوسف مساءكم أستاذ سادة مشاهدي تلفزون الكويت بألف خير إن شاء الله حقيقة يمكن وصف هذه الجلسة هو وصف حال شهر أكتوبر بشكل عام شهر أكتوبر في بدايته كان هناك تراجع هناك ضغوط بيعية على كثير من الأسهم وتراجعات على معظم الأسهم القيادية تحديدا خلال هذا الشهر هناك كثير من الأمور نتحدث عنها يعني بيتك والأحداث التي مرت فيها الإعلانات الخاصة في البينات المالية الربع الثالث والتميز في النمو خاصة في قطاع البنوك أيضا انعكاسات وارتفاع يمكن نقول نحن العشر أيام العشر جلسات الماضية حتى جلسة اليوم واستمرار هذا الاتجاه الصاعد كانت هناك ردود أفعال جيدة وارتدادات فنية في بداية الأمر لكن ارتدادات الفنية صاحبتها قوة شرائية لكثير من الأسهم دفعت هذه القوة الشرائية المؤشرات إلى العودة إلى منطقة المكاسب والأرباح خلال هذا الشهر مؤشر السوق العام يتحصل على 212.7 نقطة بواقع 3.02 تقريبا في المئة ارتفاع بذلك منذ بداية العام بلغ مكاسب مؤشر السوق العام 275.25 بواقع 3.91 بالمئة منذ بداية العام وهذا دلال على أن هذا المؤشر مر في منطقة الخسائر في فترات سابقة من هذا الشهر عاد إلى المكاسب خلال هذه العشرة أيام تقريبا مؤشر السوق الرئيسي لا زال في منطقة الخسائر منذ بداية العام مع العلم أنه مكسب تقريبا 151.6 نقطة 26 من النقطة بواقع 2.6 تقريبا بالمئة ارتفاع لهذا الشهر منذ بداية العام قلص خسائرها بشكل كبير بواقع 396 نقطة هي خسائر مؤشر السوق الرئيسي وانخفض من تقريبا 12% خسائر إلى 6.7% خسائر المؤشر السوق الرئيسي أما السوق الأول الذي حافظ على مكاسبه حتى في أسوأ الأحوال حتى في التراجعات بقية وإن كانت أقل من 2% كانت في فترات معينة لكن عودت إلى المكاسب خلال هذا الشهر وحتى جلسة اليوم بواقع 241 نقطة مكاسب هذا الشهر نسبة الارتفاع 3.15% منذ بداية العام بـ 7.22% هو أفضل مستوى خلال هذا الشهر بمكاسب إجمالي مكاسب هذا المؤشر 551.83% من النقطة إذن تتضح أن هذه الجلسات وبختام هذه الجلسات لهذا الشهر أن الرغبة في عاملات دعم السوق لاتجاه الصائد واضح الأمور أتت بهذه الإجماليات وبيعني شيء استثنائي جلسة اليوم يمكن الوطني شاهدنا على عمليات شراء مكثفة ويمكن بعكس ما شاهدنا كثير من الجلسات السابقة اليوم هو يتفوق على بيتك حتى في قيمة التداول ولو بفارق بسيط لكنه تصدر المشهد في الارتفاع على الرغم من أن بيتك اليوم الجديد يعني وزنه وقيمته للرأس مالية وكثير من الأمور تتفوق على كثير من الشركات في البورسة الكويتية السوق الرئيسي لا زال يعاني في السيولة سيولة اليوم 6.7 مليون دينار مؤشر السوق الأول 45 مليون دينار هي متوسط تقريبا عادل إن صح التعبير لهذا الشهر نعم أستاذ ميثم طبعا مثل ما لاحظنا أن أغلبية الأسهم في تداولات اليوم يعني اكتست باللون الأخضر ولكن من خلال توجدكم في بورسة الكويت أي الأنظار اتجهت اليوم خلونا نقول شهية المتداولين في تداول الأسهم هل كانت الأسهم القيادية أم الأسهم الصغيرة نعم حقيقة يمكن من خلال القيمة المتداولة هي طبعا 52 مليون دينار السوق ككل 45 مليون دينار في السوق الأول يعني السوق الوطني وبيتك أثنين هم تقريبا نتكلم عن 25 مليون دينار من أصل 45 مليون دينار يعني هي أكثر حتى من نصف قيمة تداولات السوق الأول وقريب نصف تداولات السوق العام أو السوق بشكل عام يعني السوق الأول لا زال هو الذي يسيطر تداولات السوق الرئيسي ككل يعني إذا قارناها مثلا في الوطني أو بيتك اليوم تداولاتها. كل تداولات السوق الرئيسي حتى لم تصل. يعني وصلت نقول نص تداولات سهم الوطني تقريبا. فبالتالي واضح أن السوق الرئيسي يعاني من السيولة. حتى على رغم أن السيولة متراجعة تركيز عالي على بعض الأسهم. نرى اليوم تسعمية ألف لسهم الأهلي. وأعيان بثمانمائة وواحد ثلاثين ألف دينار. وخمسمائة ألف للسهم الثالث وهو التجارية. ثلاثة أسهم تأخذ نسبة عالية من تداولات الأسهم في السوق الرئيسي. تعاني ما فيه محفز. تعاني عدم وجود رغبة وشهية في المضاربة. عكس ما شهد السوق من تداولات نشطة في عام 2021. السوق الأول البنوك في الدرجة الأولى مع إيجيلتي. اليوم أيضا في حالة استثنائية في السوق الأول وجدنا أن أحد الأسهم يشهد نشاط استثنائي في السوق الأول. من حيث القيمة المتداولة بأكثر من ثلاثة فاصلة خمسة مليون دينار هو المتكاملة. نعم. أستاذ ميثم تقييمك اليوم بالنسبة للإعلان النتائج مالية للربع الثالث حتى الآن. ونتعرف أن نحن إن شاء الله يخفي ختام لشهر أكتوبر. النتائج مالية بعض الشركات كيف تقييمك لها؟ نعم. لا زال القطاع المصرفي يتفوق في نمو كبير. ما بين 2.7 إلى 45 أو أكثر من 49% تقريبا أو 46% هي نمو في بعض الأسهم في القطاع المصرفي. بالتالي القطاع المصرفي مسار مستمر في النمو وفي الارتفاع. وبذلك يكون هو القطاع الآمن دائما. وهو القطاع الذي يستحوذ على أنظار المستثمرين بالبينات المالية بكثير من الأمور. أما بقية الأسهم. هناك بعض الاستثناءات الجيدة. سواء في القطاع العقاري أو في القطاع الخدمات المالية أو ما يسمى بشركات الاستثمار. هذه الشركات إعلانها كان جدا مميز بارتفاع في الأرباح. على الرغم من تراجع الأسواق. على الرغم من انعكاس تراجع الأسواق والسعار الأسهم على الشركات التي لديها أسهم في السوق. إلا أن هذه الشركات أعلنت عن بينات مالية إيجادية. لكن بقية الأسهم. أعتقد أن بعض الأسهم الآن وصلت إلى مرحلة قريبة. في السوق الرئيسي أتكلم. قريبة من عملية المخاطر بوصول خسائر لـ 75% من رأس المال. لربما ستشهد بعض الأسهم حالات إيقاف. نعم. الأستاذ ميثم الشخص خبير الأسواق المالية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. إذن مشاهدينا مثل ما بدنا معكم حققت اليوم في إغلاقات بوسط الكويت. وأكدنا أن اللون الأخضر اكتسى تغرب أغلبية القطاعات. وأيضا أغلبية الأسهم. نتمنى بإذن الله تعالى مع ختام جلسة هذا اليوم وختام هذا الشهر. وبإذن الله تعالى في الغد. سندخل في شهر نوفمبر الجديد. نتمنى أن تكتسي الإيجابية واللون الأخضر. جميع التداولات والمؤشرات حتى هذه اللحظة. نترككم بحفظ الله ورعايته. وفي أمان الله. اشتركوا في القناة